سيد الولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستحتفل الدكرة 14 على تأسيسها ما هي أهم المحاور ديال هذه المبادرة الثالثة فيما يخص هذه المرحلة الثالثة جعلت عدد الأمور تنجس فعلاً هناك مشاريع وكذلك هناك تعبيئة شاملة ديال الإدارة والإدارة الترابية وكذلك ديال منتخبون وكذلك ديال المجتمع المدني لأن هذه المراحل الجيش يعني جعلوا باش تخلق واحد عدد كبير ديال الجمعيات ما يناهز 14 ألف الجمعيات اللي تخلقات بها المناسبة وهذا الشي لأن المبادرة منها للأول من الخطب الملكي السامي يعني كان هناك حكامة جديدة لأن حكامة اللي كتجعل باش المشاريع كلها انضج يعني في الصعيد المحلي كان هناك تقييم أولاً وكان هناك يعني كذلك تعليمات وتفجيهات سامية باش يعني هاتجربة اللي كانت يعني فعلاً معترف بهذه لأنه كان مثلاً في حال البنك العالمي كان اعتبرها كمنصات ناجحة عالمياً واعتبرها من ثلاثة منصات اللي مناجحة عالمياً في 2015 المرحلتين بيحال الميزانية اللي تتليد الميزانية دي المرحلة الولى والتانية كانت 28 مليار يعني كميزانية دي المبادرة الوطنية ولكن ما تم إنجازه فهو تقريباً كان قدره ب43 مليار لأنه كان هناك يعني مشاركين آخرين من وزارات ومن مجتمع مدني وهذا دارت بيحال الميزانية هذا كانت 43 مليار وكان كثر من 43 ألف أو كثر من 40 ألف مشروع اللي تنجز على الصعيد دي المرحلة الولى والتانية جاءت المرحلة الثالثة اللي هي يعني كملت على المكتسابات دي المرحل الولى والتانية ولسيما فيما يخص تدارك النقص في تجهيزات الأساسية مرحلة الثالثة جاءت بشتعزز جميع المكتسابات اللي كانت في المرحلة الولى والتانية في هات الميادين وكذلك جاءت برامج جديدة برنامج الرابع اللي هو من أهم البرامج للمرحلات الثالثة اللي هو كي يهتم بالدفع بتنمية البشرية للأجيال الصاعدة لأنه باش نوضعكم يعني في في الصورة هو أنه مستقبليا يعني الجميع عندما يجد تنمية كتعتامد على تنمية البشرية ولما اهتميناش بهذا الفئات الصاعدة اللي هي غتكون مستقبل دي الغد يعني ما غنكونش هيئنا نفسنا وبلادنا باش يعني نكونوا في المراحل للتنمية المقبلة وكي البرنامج الثالث اللي هو كي يستهدف الشباب ولي هو باش يكون إدماج إدماج اقتصاديا ديال هات الشباب وكذلك تحسين الدخل وان شاء الله غيكون واحد عمل يعني هات الشي كان في المراحل اللولة والثانية ولكن مرحلات الثالثة غتمشي أعمق من ما كان تكون واحد مصاحبة قوية ديال الشباب لا فيما يخص تحسين تشغيل ديالهم أو لا يعني إدماج ديالهم في سوق الشغل ولكن كذلك المصاحبة ديالهم لخلق مقاولات صغيرة وكذلك مصاحبة تعاونيات باش يعني ينجحوا في العمل ديالهم إذن كان مرحلة ديال هاد ديال ما يسمى بالصحة الأم والطفل قد تكون الاحتمام خاص ديال المبادرة كان من بعد مصاحبة وزارة التربية الوطنية فيما يخص لأن سيدنا كان أعلن على تعميم تعليم الأولي في هاد السنوات القادمة والمبادرة غتساهم باش غزمشي المناطق اللي هي مفيهاش مدارس باش تساعد وزارة التربية الوطنية وتساعد يعني المنظومة كمنظومة باش إن شاء الله يتم تعميم ديال التعليم الأولي ولم وسيما في في العالم القروي وفي المناطق اللي هي صعبة وإن شاء الله متعلا باش أعطيكم غير واحد الرقم في هاد الخمس سنين الجاية لأن المرحلة الثالثة هي غتهم إن شاء الله يعني من سنة 2019 تل 2013 في هاد السنوات الخمس إن شاء الله سنشوف تقريبا سننجز أولا سيكون أحداث 10 ألف وحدة كالتعليم الأولي وكذلك سيكون إعادة تهيئة 1-5 ألف وحدة تقريبا في المجموعة 15 ألف مدارس أو أقسام؟ يعني وحدات سيكون فيها إما قسم إما جوج على حساب عدد الأطفال سيكون على سعيد دواوير يعني دوار على حساب عدد الأطفال سيكون فيها عدد الأقسام لا يقفل الأطفال الذين أصبح أربع سنين أو خمس سنين وكذلك مبادرة التربية الوطنية فيما يخص التلاميذ في الأسلاك الأخرى لتحسين الجودة في هذه الأسلاك وكذلك سوف نفره نقل للتلاميذ ورسية من المدارس سوف نفره دور الطالب لتسكن الأطفال الذين يتعذبون كذلك سوف يكون الدعم المدراسي سوف نساهمه ونساعده كذلك سوف نساهمه فيما يخص تحسين الصحة المدراسية لأنه كان عدد تلامت لا يخطروا شيء تسبعه لأنه لديهم لا يشاهدون مزيال لا يسمعون مزيال لا يشاهدون مزيال لا يشاهدون مزيال لا يشاهدون مزيال فيما يخص الأطفال ما بين صفر وخمس سنين ما بين الولادة وخمس سنين اليوم عندنا الحمد لله واحد مؤشير مع الأسف كانت تقريباً تنين وعشرين الطفل التي تموت مع الأسف كانت على ألف ولادة المغرب اليوم راه مؤشير إلا قررنا مع الدول الأخرى لا بأسا به ولكننا سنعمل لكي تقلص هذا عدد الوفيات لكي يتقلص إن شاء الله من عام 2023 ما هي الغلافة التي ترصدها؟ الغلافة التي ترصد في المرحلة الثالثة هي 18 مليار ديالدرهم 18 مليار ديالدرهم عندها فيما يخص هذا المرحلة هذا البرنامج الرابع الذي ذكرته هو جيد مهم عنده استاد ملاير مثلاً فيما يخص الشباب 4 مليار فيما يخص يعني البرامج الأخرى لا فيما يخص الحصاص وتدارك التجهيزات 4 مليار و 4 مليار فيما يخص يعني الفئات الهشة من أطفال ومن نوع مواقين من أطفال مواقين مواقين مواقين